هارد لك يا شباب هارد لك هارد لك هارد لك هارد لك هارد لك يا شباب هارد لك هنقولي 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 مبروك للسنغال يعني مش عارف اتكلم انا مش عارف اتكلم انا هبدأ من الاخر مليون مبروك للسنغال طبعا هارد لك يا شباب انتو كلكم ابطال انتو كلكم ابطال انتو كلكم أبطال غلطة الأسد بفورة غلطة الأسد بفورة احنا ما شفناش قبل كده خالص حاجة زي كده حارض لك يا محمد صلاح انا ليه ملحوظة على السريع في اول حاجة في اول حاجة كده بصراحة محمد صلاح ليه ما شتش الشوتة الرابعة يعني لسه بقول لابني يعني ابني نهارت طبعا وطلع فوق العيل نهارت حرم عليكم ليه محمد صلاح ما شتش رابعة ليه محمد صلاح ما شتش رابعة يا كيروش ليه يا محمد صلاح بمؤجل نفسك لآخر حاجة ليه 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 يعني ليه عشان على أساسه يعني يعني انت انت المفروض المفروض انت يعني الكرة بتاعتك شبه مضمونة مهند لشين يلعب ليه الكرة التانية مهند لشين ليه يلعب الكرة التانية يعني 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 احنا طبعا زعلان جدا محمد صلاح زعلان زعلان جدا محمد صلاح وطبعا مش هو زعلان ده فيه 110 مليون زعلانين يعني احنا كان خلاص على شوطة يعني هنقول ليه وليه وليه احنا لعبنا مطش جميل جدا مصر اللعبة مطش جميل جدا لم كنتش منتظر الشوط التاني اتعادل عبنا الاول في مام عشور وكان عامل عبقة على حمد فتح عبقة على انني خلى فيه فجوة ما بين خط النص والهجوم محمد صلاح انن في كرة او اتنين كان ممكن يعمل اكثر من كده مصر كان عندها فرص السنغال عندها فرص اكتر محمد ابو قابل عملي اللي عليه جباسكي انا مش بسميه جباسكي انا بسميه محمد ابو قابل المصري يا جبل ما يهزك ريح طبعا هم بيحتفلوا الجماهير اللي هي بتاعة السنغال مش هنكلم بقى ونقول يعني نقول نقول مثلا ليه الفنانين سافروا قلنا المبارح مش لازم يسافروا الوزير له والعشر مليون انت بتدل لعيبة بتلعب باسمه مصر يعني هما بيعطوا ضرورة عشان الفلوس ولا بيعطوا عشان مصر خسرت وعشان الشعب زعلان يعني مش هنتكلم في الكلام ده كتير يعني بصراحة احنا يعني انا مش مركز انا حبيت بس مصر هي التانية يعني طبعا الرجل الرجل مداء جدا جدا محمد صلى الله حق يزعل احنا كلنا منهارين يا صراح مش انت بس احنا كلنا زعلانين احنا كنا نستحق البطولة انتوا برافو عليكم يعني يعني ربعمية وتمانين دقيقة لعبتوهم في اربع مباريات ربعمية وتمانين دقيقة يا جماعة ضيف عليهم عشرين دقيقة وقت ضايع بتتكلم عن خمسمائة دقيقة لعب كورة خمسمائة دقيقة لعب كورة انتوا ابطال انتوا ابطال انا مش تتكلم عن اي حد اه ما فيش حد له زنبي في اي حاجة مش هنقض نيل يعني مثلا لو هو محمد صرح شاتو الكورة واستمرنا في ضربات الجزاء ومصر كثبت ما فيش اي مشكلة خالص يا صلاح هارد لك هارد لك يا صلاح هارد لك اللاعبة كلهم يا جماعة انا طالع كده اه اتمنى ان اي حد يسمعني ويبلغ ما فيش حد ما نعدش بقى نعمل ترندات وكيروش ما ينفعش وده ما ينفعش مصر على خطة كويسة جدا جدا مصر ان شاء الله اه ناس كتير قالت انا من ضمن الناس اللي قالت اللي هيكسب النهاردة احب بشاركم اللي خسراني النهاردة هو اللي هو وصل لكاس العالم لقاطر احنا قاطر اهم حاجة دلوقتي بالنسبة لنا اه قدر الله ما شاء فعل احنا كان نفسنا الكاس الكاس اهم من كاس العالم احيانا اه محمد ابو جبل يستاهل رجل المباراة محمد ابو جبل يعني يستاهل يستحق 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 احنا عاوزين يا جماعة ان احنا دلوقتي اه ما نكسرش في الفيناء ارجوكم شيروا الفيديو ده عشان الناس تشوف اني ما نسمعش لأي حد عايز يعمل ترندات على اليوتيوب ويقولك اللعب ده وحش اللعب ده حلو كل مصر ابطال هارد لك هارد لك وما كانش لازم فنانين يروحوا ما كانش لازم وعود بعشرات الملايين باذن الله تعالى باذن الله تعالى اللعبها هتسفر النهاردة بطيارة خاصة الى الامارات يفرحوه شباب الاهل يفرحوا مصر وهارد لك المصريين كلهم واسف جدا كنا نفسنا نفرح نفسنا نفرح بس معلش معلش هارد لك يا بو جبل يا بطل هارد لك يا فتوح يا عبد المنعن يا كل الابطال السلام عليكم هارد لك يا بو جبل 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 يا